أرى الصلاة نعاسا من يؤديها كأن أعجاما لا عرب أهليها إن كنت شيعي مولاك حيدرون فصلي صلاتا لذات العرش عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الأشراف وعجل فرجهم يا كريم السلام عليك يا أبا صالح المهدي يا آخر الأئمة الطهر الكرام العائد الموعود بالبيت الحرام ذاك الذي عيسى يصلي خلفه مهدي آل البيت من يجل الظلام صلوات السلام عليكم أيها الأحب المؤمنين أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته أتقدم إلى مقام مولاي صاحب العصر وناموس الدهر منقذ الأمة ومظهر العدل في الأرض بولادته المباركة راجيا من مقامه صلوات الله عليه أن يشمل جميع مواليه وشيعته بعنايته وألطافه وأتقدم إلى عموم مراجعنا العظام حفظهم الله وأدام بركاتهم وإلى جميع المؤمنين والموالين بأسمى آيات التهاني والتبريكات بولادة بقية الله في الأرض وارث النبوة والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فإن نجوم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجسى وطهرهم تطهيرا لا يغيب منهم نجم إلا ويطلع آخر حتى انتهى الأمر إلى بقية الله في الأراضين صاحب الأمر الإمام المهدي عجل الله فرجه الذي يظهر بعد غيبته عندما يأذن الله له فيملأ الأرض قصة وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأجمل ما نبتدأ به حفلنا آيات تشرح القلب وتسعد الروح إنها آيات القرآن الكريم يتلوها على أسماعنا الأستاذ الفاضل عبد الجبار بن جعفر فلنستقبله بالصلاة على محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم